السلام عليكم ومرحبا بمتابعي قناتي وصفة المحاجب بدون غليطة حارين المقادير سنسحق فلفل حار او ترشي طماطم حبة بصل وثوم وملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة وقليل من التوابل والملح هذا بالنسبة للصرصة بعد ما قطعت البصل شرائح او قطع صغيرة نقطع الفلفل كذلك قطع صغيرة ثم نقطع طماطم الحبة قطع صغيرة او نرحيها ندير المقلة فيها الزيت تسخن ثم نضيف البصل والثوم والفلفل يذباله ثم اضيف الطماطم الحبة والطماطم المرحية والمصبرة اضيفة مع قليل من الملح والتوابل ونجد صلصة المحاجب الطيب جيدا بعد ذلك نحضر الهجينة سنسحق كاس مدافي زوج كيسان فارينة ندوغ الخاصة بالخبز والحلويات ملعقة كبيرة ميزينة زوج ملاعق فارينة اذرة بيضة وقليل من الملح هنا استعملت ميزينة المرجان فارينة ندوغ الخاصة بالحلويات وفارينة اذرة ندوغ هنا ما عندي اشتاع الخبز استعملت الحلويات ندير زوج كيسان من الفارينة ثم اضيف ملعقة كبيرة من الميزينة ثم بعد ذلك نضيف زوج ملاعق من فارينة اذرة هنا البيضة لا سنسحق البيضة كاملا وإنما نسحق بيضة بيضة فقط هنا بعد ما اضفت ملعقة كبيرة ميزينة اضفت زوج ملاعق من فارينة اذرة والملح ونخلط جميع المكونات جيدا يعني هذه المكونات الجافة ثم اضيف بيضة ونضيف الماء بالتدريج ونخلط جميع المكونات ونجمع العجينة ونتحصل على عجينة طرية ونشكل من العجينة كورات نحضر بهم من حاجب نضيف قليل من الزيت ونشكل العجينة على شكل كورات هنا العجينة من ربعة الى خمسة حبات نحاجب هنا بالنسبة لمكان العمل نضيف قليل من الزيت وورق الشفاف كما هنا استعملت هذه الصينية قبل أن نضيف ورق الشفاف قليل من الزيت ثم ورق الشفاف ثم قليل من الزيت وكسلت العجينة بواسطة أطراف الأصابع مع استعمال الزيت هنا العجينة بما أنها بدون دليتان سهلة تتقطع ورق الشفاف ثم نضيف قليل من الزيت ورق الشفاف بها الطريقة سيقوم بسهل ثم نقلب الجوانب يعني الجانب اللي يبقى كما تشوفوا نضيف نضيف ونضيف ونسقم المحاجب إذا كان هناك عجينة خارجة نقطعها بالموس بعد ما كملت درت المحاجر بطيبوا في الطاجين مع الطاجين درت له قليل من الزيت بعد ما طابوا من الجهة قلبتهم على الجهة الأخرى هنا من الأفضل تستعملوا المقلات سيخرجوا لكم ملاح والمقلات ساعدكم أفضل في العمل نتمنى تعجبكم الوصفة